سيداتي يا نسات ساداتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أكون مع حضراتكم وعالقكم من رياضي إيهاب رجب لنقل أولى لقاءات دورة استادات الدولية لمنتخبات الشباب لكرة اليد منتخبنا الوطني ويمكن قدام حضراتكم أهو الفرقتين بيتزلوا إلى أرض الملعب واسمعنا من زملائنا وأساتزتنا في الاستوديو التحليلي كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبدالله وأيضا إلى الزميلة مريم على نشأة هذه البطولة ودعم مؤسسة استادات إلى كرة اليد المصرية وإشرفها على هذه البطولة وتنظيم أول بطولة دولية ولحظات قليلة هنكمل مع حضراتكم بعد السلام الوطني لمنتخب رومانيا ترجمة نانسي قنقر 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 استمعنا مشاهدين الأعزاء إلى السلام الوطني لدولة رومانيا وأيضا إلى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية استعدادا وإذانا ببدء هذه البطولة الدولية التي يستهل بها منتخبنا الوطني للشباب بداياته مع هذه دورة استداد الدولية وأيضا سوف نقف دقيقة حداد على فقيدين من أسرة كرة اليد ورموز كرة اليد المصرية الدكتور طلعت شتا وأيضا الكابتن عفة رشاد تقم تحكيم مشاهدين الكرام بيقود هذا اللقاء الكابتن محمود البلتاجي والكابتن حبدي ناصر وأمام حضراتك هو تحية من جانب الفريقين منتخب رومانيا بزيو الأصفر والتيشيرت الأصفر والشورت الأزرق أما المنتخب المصري فبالطاقم الأسود بالكامل منتخبنا الوطني يمكن دي أولى تجربه بعد نهايته في كأس العالم الماضية للناشئين اللي حصل فيها على المركز السابع وأول تجربه الدولية في الأعمار السنية 2004 الشباب في كرة اليد المصرية الجهاز الفني وتعليماته قلنا لحضراتكم كابتن طارق محروس مدير فني كابتن مهند السحيلي مدرب عام كابتن محمد عبد المنعم أو منعم مدرب حراس المرمى ومحل الأداء كابتن محمد سليمان طبيب الفريق روماني نبيل ومدير إداري الفريق كابتن محمد عبد المنعم اللي أمدنا الحقيقة بمعلومات وداتة عن الفريقين إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم ومشاهداتكم لهذا اللقاء يمكن منتخبنا الوطني مشاهدين الكرام سجدة شكر كده لله عز وجل قبل بدء اللقاء هنقول لحضراتكم على التشكيل اللي هيبتدي به الكابتن طارق محروس اللقاء يمكن أنا شايف فيه هيبتدي بيوسف ناجي في حراسة المرمى رقم 30 وأيضا فيه 44 معاز عزب وخمسة محمد شعبان وأيضا هنشوف باقي تشكيل منتخبنا الوطني وهنقول لحضراتكم يعني لو قلنا على إجمالي التشكيل كده ال 16 لعب اللي مقيدين عندنا منتخب الروماني هيبدأ هو رمية الإرسال وآدي بلال إبراهيم ومسكوا كده للكورة ولحظات تركيز ولحظات حوار وآدي الكابتن محمود البلتاجي وصافرة انطلاق أحداث المباراة والشوت الأول مشاهدين الكرام منتخب رومانيا على يمين حضراتكم بالزي الأصفر والمنتخب المصري على شمال حضراتكم بزي الأسود الكامل قلنا إن منتخبنا الوطني بيستعد عشان التجمعات اللي والسيستم اللي وضعوا الكابتن طارق محروس وأيضا تحت إشراف كابتن محمد الألفي المشرف على منتخبات الشباب والناشئين أو الناشئين والشباب اللي كان متواجد في مدرجات الصالة رقم اتنين من مجمع صلاة استاد القاهرة وآدي منتخب رومانيا وأولى محاولاته بيقطعها الدفاع المصري ورايح على طول رقم اتنين محمد صلاح ومعاها تصويبة من فاست بريك على موجهة على مكتن كده ويحرز أول أهداف اللقاء منتخبنا الوطني مشاهدين الكرام أهو قدام حضراتكم يمكن بيلعب بطريقة خمسة واحد أو تلاتة اتنين واحد مقفولة شوية أهو قدام حضراتكم واقف رقم ستين أمير حسين برة تسعة متر والمنتخب الروماني بيحاول أنه هو لسه يستكشف كده بقى الدفاعات المصرية وأولى تمريرات توصل لي الجناح اليمين الوينج رايت رقم تسعة سورين جورج لكن دفاع يقذ من بلال إبراهيم ويمنعه ويحصل على فاول ورمية حرة وترجع له كرة تانية إلى رقم تسعة سورين جورج الجناح اليمين ويخش ويصوب هدف الأول المنتخب الروماني وهدف التعديل والتعادل عشان تصبح النتيجة واحد واحد هيبتدي هو في نص الملعب كصانع ألعاب محمد صلاح على يمينه رقم عشر زياد عبد الرحيم وفي الجناح اليمين واحد وسبعين ياسين عبد المنعم وفي الباك الشمال سبعة وسبعين وهذه تصويبة قوية من زياد عبد الرحيم الباك رايت لكن كان فيه دفاع قوي ودفعة وصفارة وفاول ورمية حرة لمنتخبنا الوطني على الدائرة معاز عزب أربعة واربعين هولا هيلعب الرمية الحرة سبعة وسبعين علي ماجد اللي راح في الباك وآدي تقع كرة تمريرة على المنتخب المصري تاني ابتدى المنتخب الروماني ينظم صفوفه تاني وارتداد دفاعي سريع للمنتخب المصري والدفاع علي ماجد هو قدام حضراتكم واحد برة بيلعب لحد الـ 14 متر تقريبا أو الـ 12 متر وبينزل يقفل معك كرة كرة تانية توصل على الدائرة لكن يوسف وتقلق يوسف ناجي حارس مرمى منتخبنا الوطني وحارس مرمى نادي الشمس اللي انتقل إلى نادي الزمالك في صفقة لتدعيم الهجوم الأبيض نادي الزمالك تاني منتخبنا الوطني توصل الكرة لمين لسبعة وسبعين لكن يتقلق حارس المرمى ألين كوزماثيك ويصد أول تصدي ويلماها تاني على الدائرة معاز ويخش معاز ويصوب لكن برضو ألين كوزماثيك يتصد لتاني تصويب على التوالي ويمنع الكرة وياخدها الهجوم الروماني ويروح سريع وتوصل إلى رقم سبعة ويصوب ويحرز الهدف التاني وهدف التقدم لمنتخب رومانيا يمكن منتخبنا قلنا لحضراتكم أنه هو أدى لقاءات في منتهى القوة قبل انطلاق هذه البطولة على الدائرة تاني توصل لمعاز لكن سفارة ودفاع قوي وتمنع الكرة تاني كرة واختراق وتوغل عن طريق مين عن طريق علي ماجد لكن تقلق وتصدي من ألن كوزماسيك والتالت تصدي يمكن منتخبنا الوطني لحد الآن صوب حوالي خمس تصويبات ألن تصدى لتلت تصويبات من الخمسة وقادي دوران فنت خداع جميل وبيحصل على صفارة وفاول ورمية حرة وإيقاف لمدة ديئتين على مين على اللاعب رقم 27 أليكزاندرو فوكساتينو اللي حصل على الإيقاف لمدة ديئتين وبكده الدفاع الروماني هيكون ناقص عددي هنشوف منتخبنا الوطني هينجح في الاستفادة العددية اللي فيه صفوفه ولا لأ وقادي كورة أهي عن طريق مين عن طريق اللاعب رقم 71 يسين عبد المنعم لكن اخترق وساب مركزه من الجناح اليمين ورحل قطع من داخل التسعة متر الحاد دم وصل ما بين مركز واحد واثنين الدفاعيتين واستغل الحجز اللي كان عمله له لعب الدايرة واخترق وصوب وأحرز تاني أهداف منتخبنا الوطني كده المنتخب الروماني بيلعب ناقص لاعب وبالرغم أنه هو قدام حضراتكم هتشوفوه كامل العدد لكن ده ليه لأن المدير الفني أدريان بيتريا سحب حارس المرمى وبيلعب في المرمى الخالي واللي الخطأ هيكون غالي لو الكرة تقطعت وده اللي حصل دلوقتي لكن ما استفدش بيها منتخبنا الوطني بعد ما وصلت الكرة إلى معاز عذب على الدايرة وبيتصد ألين كوزماسيك اللي شايفين حضراتكم يمكن راسه بتلامس العرضة أو بتعدي عرضة مرمى كرة اليد بيمتاز بالطول الفارع وقادي كرة توصل إلى بلال لكن ما استلمهاش وقعت منه وعلى مهل تاني منتخبنا بيحاول يوصل الكرة على الدايرة يقطعها الدفاع الروماني ويروح على طول عن طريق مين عن طريق كاتالين رقم عشرة هون اللي قدام حضراتكم يحرز رقم عشرة كاتالين ماريان يحرز الهدف التالت ويمكن حصل تعديل في النتيجة كده إن الهدف اللي كان أحرزه ياسين عبد المنعم لم يحتسب وكان فيه فاول على المهاجم فما احتسبش وأصبحت النتيجة تلاتة واحد وآدية هي كرة تانية مرتدة للهجوم الروماني عن طريق اللاعب رقم سبعة اللي أحرز بها رابع الأهداف لمنتخب رومانيا أربعة رومانيا واحد مصر وتاني كرة برضو يقطعها الدفاع الروماني ويرجع بلال حاول يعمل وكرة تانية توصل للجناح لكن يوسف والتقلق ومتابعة ولمها على طول الهجوم المصري توصل إلى زياد عبد الرحيم ومنه إلى يسين عبد المنعم يخش من الجناح اليمين ويحرز ويصوب الهدف التاني لصالح منتخبنا الوطني أربعة رومانيا اتنين مصر وارتداد سريع لمنتخبنا الوطني وقلت لحضراتكم إن كان فيه بعض الأسماء ما كانتش موجودة أرقامها عندنا اللاعبين زي اللاعب رقم سبعة من المنتخب الروماني اللي هو فيوكا بوكدين تاني زياد وتوصل الكرة اليسين في الجناح الوينجرايت وزياد حشاد يخترق ويتوغل ويصوب بيده الشمال بالرغم إن زياد حشاد لاعب بيده اليمين لكن استغل إيده الشمال إن هي كانت بعيدة بدل الكرة من إيده اليمين وعد من المدافع بين اتنين وتلاتة الدفاعي لمنتخب رومانيا لكن يتصدق ألن وتبقى كرة لصالح المنتخب الروماني تاني كرة على الدائرة ويستلم ويصوب رقم تلاتة بوكدان وانسيا ويحرز الهدف الخامس زياد الفارق إلى تلات أهداف خمسة رومانيا اتنين مصر وصفارة هو كابتن حمدي ناصر وإشارة بالإيقاف دقتين على أحد لاعبي منتخبنا الوطني هنتابع مع حضراتكم ونشوف كيم المنتخب رومانيا وقلنا لحضراتكم برضو إن منتخبنا الوطني اللي بيشارك أمام حضراتكم النهاردة وقادي كرة واختراق وتوغل عن طريق مين إيقاف لمدة دقتين برضو لتاني مرة على اللاعب رقم تسعة تاني إيقاف دقتين على منتخب رومانيا وقادي الاختراق القوي جدا من علي ماجد الباكليفت ويحصل بيها على الرمية الجزائية رمية السبع أمتار نزل دلوقتي رقم اتناشر حارس المرمى ويتصدى للرمية الجزائية يتصدى لزياد عبد الرحيم ويمنع الكرة من الوصول إلى الشباك بودفي أراجوس رقم اتناشر حارس مرمى المنتخب الروماني اتنين مصر خمسة رومانيا بنلعب في ديها عشرة مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان تاني كورة وان تو واستغلال للثغرات الدفاعية ويعني النوبة كده في العشر دقايق الماضية في عدم للفارق 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 ثلاث أهداف ثلاث مصر ستة رومانيا بنلعب في ديها 11 من زمن وأحداث الشوت الأول مشاهدين الكرام ونزل أيضا دلوقتي كودرن رادو رقم 15 كصانة ألعاب ومرر كورة عكسية وصلت إلى رقم سبعة الباكليفت اللي اخترق وصوب وأحرز الهدف السابع زياد حشات لزياد عبد الرحيم ليه سبعة وسبعين علي ماجد هورتقاء علي من علي ويصوب كورة ويحرز بيها الهدف الرابع ابتدى منتخبنا الوطني يلعب خمسة واحد اختراقه محاولة للتوغل كده ما بين واحد واثنين هو زياد عبد الرحيم وياسين عبد المنعم ايه تلاتة ابتدى كابتن طارق عدل دلوقتي الى تلاتة اتنين واحد مفتوحة لحد وعلى الدايرة باستلام رائع ولا اروع كورة جميلة استلامها معاز عزب اهيم من زياد حشاد بطول الملعب من خط النص تقريبا استلم معاز بالشمال ونقلها اليمين وصوب واحرز الهدف الخامس تاني يوسف والتصدي يستلم منه زياد حشاد يروح وعلى الدايرة تاني لمعاز بقى اللي اشتغل فتح بقى المانوال والكتالوج الخاص بيقلن كوزماسيك حارس مارما المنتخب الروماني بعد تصدي لأكتر من كرة على طول استغل التعليمات والتوجيهات من الكابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخبنا انه يلف وينتظر على حارس المرمى انه بيهاجم المهاجم مشاهدين الكرام لو شفتوا في الكام تصدي اللي كانوا في اول اللقاء اربع خمس تصديات متتالية ده نتيجة انه هو بيهاجم المهاجم كرة فاول عكسي على المنتخب الروماني وتوصل من زياد حشاد الى بلال ابراهيم وبطريقته المعتادة القوية الجناح الطائر استلم الكرة بيد واحدة حط الدريبلاية خد الخطوات ارتقاء عالي ولعب مع حارس المرمى وطلعوا برا مرمى وصوب واحرز الهدف السابع هدف التعادل والتعديل عشان تبقى النتيجة سبعة مصر سبعة رومانيا واحنا بنلعب فيه الدقيقة اربعتاشر من زمن واحداث الشوت الاول مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان مما دفعوا اكبر المدير الفني ادريان بيتريا المدير الفني للمنتخب الروماني الى طلب الوقت المستقطع والتايم اوت للمنتخب الروماني بعد ما كان فارق بفارق اربع اهداف وثلاث اهداف لقى ان النتيجة اصبحت التعادل بعد ما عد للكابتن طارق طريقته الدفاعية وابتدى الدفاع على المصر يكون في التركيز العالي سواء كان دفاعيا في مقابلة الهجوم الروماني او هجوميا عند الانهاء للهجمات والتخليص على المرمى وده اللي وصل منتخبنا مشاهدينا الكرام الى نتيجة التعادل واده جانب من الجالية الرومانية اللي بتؤازر منتخبها الوطني وبتشجع منتخبها منتخب رومانيا يمكن منتخبنا مفيش جمهور كتير شوية بيشجع متواجد بيؤازر المنتخب الوطني عفوا انتهى الوقت المستقطع التايم اللي طلبه آدريان بيتريا المدير الفني للمنتخب الروماني وهدي الكابتن طارق بيطلب من زياد حشاد ان يخرج خمسة واحد على اللاعب ومس ماشي زياد رجع خطوة وراء الى فعلى طول مكان الا انه اخترق وهدي كرة تانية على الدائرة توصل من زياد الى معاذ عذب بعدما تلعبت رمية الارسال السنترة السريعة وتلعبت على طول الى معاذ من زياد حشاد واستلامها معاذ ولف وصوب لكن كان فيه اعاقة وآدي توجياته من الكابتن مهند السحيلي وطلع برضو قلن دلوقتي ونزل حارس المرمى رقم اتنشر اللي تصد للرمية الجزائية الاولى وآدي بقى دلوقتي ياسين عبد المنعم بيحرز الهدف التامن لمنتخبنا الوطني تلعبت رمية الارسال للمنتخب الروماني وبرضو واضح دلوقتي ان اللعب رقم خمستاشر كودرين رادو هو قاذفة اهداف المنتخب الروماني ويمكن ده تاني هدف يحرزه على التوالي وكان بيطلب الكابتن طارق ان احنا نعدل طريقتنا الى خمسة واحد دفاعية برقابة ان انا اعلى على الباك رايت الظهير الايمن وآدي زياد حشاد وابتدى بقى يمارس هويته في الاختراقات والتوغل في عمق الدفاعات الرومانية والمنافسة لكن كان فيها دفاع قوي وزياد تاني الى ياسين الى علي ماجد ومن علي الى الجناح لبلال ابراهيم ويخش بلال ويحرز ويصوب الهدف التاسع اهو ووسع لنفسه واستنى على حارس المرمى زي ما قلت لحضراتكم وصوب واحرز الهدف التاسع دي سبعتاشر مشاهدين اقل اعزاء من زمن واحداث الشوط الاول بطولة استادات الدولية لكرة اليد لمنتخبات الشباب اللي انطلقت فيه مجمع صلاة استاد القاهرة الدولي اللي هيستضيف البطولة الافريقية لكرة اليد للرجال وقادي كرة من الجناح الشمال دخل واستغل تقدم يوسف ناجي واحرز كرة لوب زياد حشات تاني ومنه للجناح يسين عبد المنعم الوينج رايت هورقة واحد وسبعين قدام حضراتكم اللي استلم الكرة ادي التمريرة وسع لنفسه خالص واستنى على حارس المرمى وصوب في اقصى زاوية يمين حارس المرمى الارضية معلنا الى هدف العاشر تدى اللقاء ياخد بقى طابع السخونة والاثارة هدف هنا وهدف هنا تصويبه في الشباك المصرية وتصويبه في الشباك الرومانية يترى الغلبة والتقدم هيكل مين ده اللي هنتبعه مع حضراتكم ادي تصويبه تاني وتصدي من يوسف وفي المرمى الخالي اللي الخطأ هيكون غالي زي ما قلت لحضراتكم على طول عن طريق مين عن طريق زياد حشاد استلم كرة يوسف اللي تصدلها وحط الكرة في المرمى الخالي الهدف الـ 11 لمنتخب مصر يتقدم المنتخب المصري 11 مصر عشرة رومانيا وهادي بيرد علينا مخرجنا على طول جانب من الجمهور المصري اللي بيقاذر ويشجع منتخبنا ابتدى منتخبنا الى 3-2-1 مفتوحة هي زي ما قلنا لحضراتكم عشان يقفل على الخط الخلفي للمنتخب الروماني اللي بيسته يتميز بالتسديد القوي ويصوب على يمين يوسف ناجي الهدف الـ 11 وهادي زياد حشاد لكن كان راح بخطوة فطلع الكورة ويلمها الدفاع الروماني وتوصل الى 15 كودرين رادو ويحرص بيها الهدف الـ 12 12 رومانيا 11 منتخب مصر نزل دلوقتي رقم 5 محمد شعبان في الباك رايت الظهير الأيمن وزياد ليسين اختراقات وتقطعات وتغيير مراكز ما بين الخط الخلفي والخط الأمامي وتنتهي الكورة عندي يسين عبد المنعم لكن كان صحي لها برضو حارس المرمى زي ما قلت لحضراتكم ويتصدل الكورة ويروح الهجوم الروماني ويحاول يعمل اختراق من ناحية بين مركز اثنين وثلاثة لكن اهي شايفين حضراتكم كان فيه شدة كده للتيشيرت عن طريق مين عن طريق علي ماجد رقم 77 اللي بيحصل على الايقاف لمدة ديئتين ونزل ايضا رقم 44 مهنة تومة كصانع لعبه المنتخب الروماني بيمرر الكورة للخط الخلفي وينزل على الدائرة ويحاول يخش يختارق لكن الدفاع المصري يقفلها تماما وتوصل الكورة من يوسف لعب الفول والرمية الحرة الى ياسين عبد المنعم استلم ياسين وارتقى ياسين وصوب على الرجل السبت الحارس المرمى الين كوزماسيك وقادي كورة تانية بزكاء جدا يحصل عليها بلال ابراهيم وخد فاول عكسي على الجناح اليمين وقف قدامه واجبره ان هو يصطدم بيه وتبقى فاول عكسي على المنتخب الروماني دلوقتي تشكلنا ياسين عبد المنعم وينجرايت محمد شعبان باكرايت زياد حشات سنترهاف ونزل تسعة محمد مؤمن صفا وينجليفت و اربعة وستين عمر عدلان وعلى الديرة معاز عذب اربعة واربعين زياد العدلان هيحاول يعد ويخترق ويصوب ويحرز عدلان الهدف الاثناشر ويرد على طول التلاتاشر عفوا ويرد على طول المنتخب الروماني برمية ارسال سريعة في الشباك الخالية نتيجة الايقاف الدقتين ويحرز ويحرز هدف التعديل هذه الكرة هي تلعب ترمية الارسال على طول الى اللعب رقم اربعة واربعين تومة ويصوب في المرمى الخالي اللي زي ما قلت لحضراتكو ان الخطأ بيكون غالي تاني ياسين عدلان محمد مؤمن صفا عدلان تاني بيحاول يتوغل ويخترق لكن كان واقف الدفاع قوي الدفاع الروماني زياد حشاد الى محمد شعبان وبرضو زي ما قلت لحضراتكو الدفاع الروماني بيلعب خمسة واحد زياد ويوصل الكرة الى الجناح الشمال بلاق محمد مؤمن صفا يحرز ويوسع لنفسه ويصوب الهدف الاربعتاشر لمنتخب مصر تصويب عكسة حركة يوسف ناجي من الخط الخلفي زي ما قلت لحضراتكو وهادي الكابتن طارق على طوله توجيهاته بيقوله اسبت يوسف وما تتحركش مع الكورة خليك عشان هو هيصوب لك في عكس حركتك وده اللي عمله فعلا اللاعب رقم سبعة بوكدن عدلان الاختراق والتصويب عدلان والتسجيل وإيقاف دقتين برضو على أحد الدفاعات الرومانية اللاعب من لعب رقم تسعة تقريبا لا اللاعب رقم تلاتة بوكدن أوانسيا لاعب مواليد 2005 مشاهدين الكرام يمكن إن زي ما سمعنا من الزملاء في السوديو التحليلي من كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبدالله علم إن المنتخبات المشاركة منتخبات السرعة في الأداء وقادي كرة تانية على طول من رمية الإرسال من رمية الجانب عفوا من أوت لصالح منتخب مصر يلعبها ياسين عبدالمنعم في المرمى الخالي نتيجة أن التمريرة كانت خاطئة طلعت رمية جانب مسكها على طول ياسين وحطها في المرمى حاول حارس المرمى قلن كوزماسيك بعد ما نزل المرمى لكن ما قدرش وكانت الكرة أسرع منه ويوصل ياسين عبدالمنعم فارق الأهداف إلى هدفين دلوقتي 16 مصر 14 رومانيا كرة تانية برضو يستغل الصغرات الدفاعية اللي موجودة عدلان إلى زياد حشاد لعدلان إلى معاز عزب على الدائرة يستلم ويصوب ودفع من الدفاع الروماني وصفارة من الكابتن حمدي ناصر أهو وقادي الكرة والتمريرة على طوله الدفاع من داخل الستة متر يمكن شايفين حضراتكم كان المدافع الروماني بيدافع ورجله جوه الستة متر فطبعا ده يعتبر دفاع من داخل المنطقة المحرمة بالنسبة لكرة اليد ويحصل على الرمية الجزائية ياسين عبدالمنعم ويصوب ياسين على يمين أراجوس حارس المرمى رقم اتناشر الهدف السبعتاشر سبعتاشر مصر خمستاشر رومانيا بنلعب في ديار 24 أولى لقاءات الدورة الودية الدولية بطولة استداد لمنتخبات الشباب وقادي يوسف وهو وكرة تانية بياخدها اللاعب من داخل الستة متر بالرغم ان هو كان عامل المخالفة اللي ان هو صوب لكن تصدي ولا أروع ولا أجمل من يوسف ناجي حارس مرمى منتخبنا الوطني عدلان على الدائرة لمعاز لكن كان كمل محمد شعبان ودخل منطقة الستة متر أهو شايفين حضراتكم كان في خط سير الكرة بينه وبين حارس المرمى فعشان كده على طول الكابتن بلتاجي احتسبها رمية حرة وفاول على المنتخب المصري ورد على طول الهجوم الروماني وتصويبة لكن يوسف ناجي وتصدي وتقلق ولا أروع وكورة بيطالب أهو الجهاز الفني من كابتن حمدي ناصر إن الكورة كانت في وجه يوسف ناجي لكن بيوضح له إن ده نتيجة إن الدفاعات هي اللي أفلت عليه فعشان كده أهي الإعادة قدام حضراتكم اللي فيها كل الإفادة أهو الفاول والتصويبة جت في وجه يوسف لأن دي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي بيبقى فيها عقوبة لما بيصوب في وجه الحارس تصويبة مباشرة وما بيكونش معاها حد من المدافعين بيحصل على الإيقاف لمدة دقتين برغم إن هي كانت الأول قبل تعديل القانون كان بياخد كارتة أحمر في حالة التصويب المباشر في الوجه وأدي كرة من ألعاب الهوى لكن كانت وطية من زياد حشاد إلى عدلان فنزل عدلان وما سلامش الكرة وتبقى فاول ورمية حرة أهي الإعادة وقعت من إيده على طول صفارة والفاول ما احتسبش الهدف ده وتبقى رمية مرمى على طول يلعبها حارس المرمى ألين كوزماسيك تومى في نص الملعب ويطلع لعب الدايرة رقم 28 ويقطعها على طول عدلان توصل إليه يا سين عب منع مرايح لوحده سريع ويصوب الهدف الـ 18 بكل أريحية من فاست بريك هجمة مرتدة سريعة لصالح منتخبنا الوطني وبيرد على طول اللاعب رقم 10 هل قدام حضراتكم كاتالين الجناح الشمال تاني تمريرة عرضية من زياد حشاد برضو بيقطعها الدفاع الروماني وهدي كابتن طارق على طول بيوجهه أهو وبيقول له التعليمات ليه بتباصي تمريرة قطرية بعرض الملعب كده بعيدة ما لايش لازمة قرب بحركتك عشان تمنع الباصة الطويلة اللي هي في الآخر بتتقطع عن طريق الدفاعات الرومانية تومة ودفاع قوي من محمد شعبان وصفارة وفاول ورمية حرة لمنتخب رومانيا ونزل دلوقتي أنا شايف أحمد حسن أهو رقم أربعة قدام حضراتك في الدفاع المصري بيدافع في مركز ثلاثة لكن توصل الكورة للجناح اليمين الوينجرايت عدلان ووصل الكورة لأحمد حسن ومن أحمد إلى محمد مؤمن صفا لكن تقع كورة من إيده تبقى رمية مرمى على طول الدفاع الروماني لما كورته راح بهجمة مرتدة سريعة حاول يخترق لكن عدلان ودفاع قوي وهادي إشارة من الكابتن محمود البلتاجي تقم تحكيم لقاء اليوم مشاهدين الكرام هي الإعادة اللي فيها كل الإفادة هذه عدلان كان في دفاع على رقبة ووجه المهاجم الروماني وعلى طول ما استناش الكابتن بلتاجي وإيقاف لمدة دقتين حائط صد ولا أروع من أحمد حسن اللي قلت لحضراتكم بيمتاز بالطول الفارع أحمد حسن لعب نادي الطيران الباكليفت رقم أربعة هو اللي قدام حضراتكم بيدافع في مركز ثلاثة عمل حائط صد بلوك ولا أروع وألعبها على طول المنتخب الروماني الرمية الحرة ولكن كان فيه فاول على الهجوم الروماني ويلمها على طول محمد شعبان وعلى مهله مع مهند مع زياد حشاد ونزل تاني رقم سبعة وسبعين علي ماجد في الباكليفت زياد حشاد على شماله علي ماجد وعلى يمينه محمد شعبان تغيير قطري كده في المراكز ما بين الخط الخلف لمنتخبنا الوطني حمد شعبان وزياد حشاد وعلى ماجد وتصويبه من علي ماجد لكن تصدي من حارس المرمى ويمنع الكرة من الوصول للشباك الرومانية 18 مصر 17 رومانيا بنلعب في ديئة 29 مشاهدين أقال أعزاء مشاهدي قناة النادي الأقلي في كل مكان وقادي كان فيه متابعة على الكرة من ياسين عبد المنعم راح حاول يقطع الكرة لكن هو ما أطعهاش بإيده التمرير اللي كانت من الباكليفت اللي الروماني والمنتخب الروماني وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح منتخب مصر تلعبت على طول الرمية الحرة وعلى طول الكابتن طارق محروس بيطلب الوقت المستقطع ومتبقي حوالي دقيقة و12 ثانية هي قدام حضراتكو طولة التسجيل مشاهدينا أقال كرام والنتيجة والساعة ديئة 28-48 ثانية 18 مصر 17 رومانيا هنشوف التوجيهات وتعليمات كابتن طارق محروس في الديئة أو ال12 ثانية المتبقية من زمن وأحداث الشوط الأول وأيضا أدريان بيترا المدير الفني للمنتخب الروماني وعادي مدرب حراس مرمى رودي ستانسكو للمنتخب الروماني بيدي توجيهات وتعليمات هو لحرسي المرمى اللي بيشاركوا في هذا اللقاء وطبعا يمكن عندنا إن كان لي حديث قبل المباراة مع الكابتن طارق محروس وكابتن مهند السحيلي اللي أشاروا وأفادوا إن البطولة دي تعتبر إعداد لي وانتخبنا الوطني اللي قدام حضراتكم للشباب ده لكرة اليد موليد 2004 إن هيشارك في دورة الألعاب الأفريقية بدلا عن المنتخب الأول هيشارك في دورة الألعاب الأفريقية اللي هتقام في شهر 3 شهر مارس 24 في أكرة في غانا إن شاء الله ودي هتبقى إعداد قوي لهذه البطولة عشان كده يمكن برضو في إطار استعدادات وتجميع المنتخب وآدي كرة تمريرة كده هكمل لحضراتكم المعلومة بس بعد ما نعلق على الكرة اللي اتعملت دي تمريرة وكان فيه عدم زكاء أو سرحان من الباك ليفت الباك رايت ليه المنتخب الروماني اللي ما كانش باصس للكرة ونزل دلوقتي يوسف وليد اللي تصدى للفاست بريك برضو كرة سريعة وخلاص متبقي عشر ثواني أحمد حسن والتصويب حائط الصد عدلان وتصويبة وبلوك تاني ومعها آخر تصويبة للمنتخب الروماني وصفارة وانتهاء الشوط الأول مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان بتقدم منتخب مصر 18 مقابل 17 على المنتخب الروماني استراحة قصيرة مشاهدينا الأعزاء على أمل اللقاء بكم مع بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء سيداتي أعزائي مشاهدي قناة النادي لأهلي في كل مكان مرة أخرى مع حضراتكم وانطلاق أحداث الشوط الثاني من أولى لقاءات دورة استادات الدولية لمنتخبات الشباب لكرة اليد وآدي على طول رمية الإرسال مع المنتخب المصري وتقع الكرة من علي ماجد ولما على طول الهجوم الروماني وتوصل إلى الجناح الشمال ويحرز أول أهداف المنتخب الروماني وهدف التعادل والتعديل إلى 18 مصر 18 رومانيا زي ما سمعنا مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء في الزملاء في الستوديو التحليلي إن كان عندنا بعض عدم التركيز كده في بداية الشوط التاني واستطعنا إن إحنا ننهي الشوط لصالح منتخب مصر بفارق هدف وده اللي هنشوفه بقى في خلال أحداث الشوط التاني هل منتخبنا هيبقاله الغلبة واليد العليا في أحداث هذا الشوط واللقاء وقادي نزل على طول الكابتن طارق عمل تغييراته محمد واقل كصانع ألعاب سنترهاف منتخبنا الوطني على شماله علي ماجد وعلى يمينه آدي علي ماجد لوائل وتصويبه بره الثلاث خشبات للمها ألن كوزماسيك على طول ويلعبها يروح منتخب رومانيا وتوصل الكورة إلى الباتليفت الظهير الأيئصر لمنتخب رومانيا ويصوب يتصدى يوسف وليد حارس المرمى هو اللي نزل قدام حضرتكو رقم 16 حارس مرمى منتخبنا الوطني وحارس مرمى النادي الأولمبي تاني محاولة الاختراق وكورة تقع تاني لماها على طول ولماها لاعب الدايرة اللي قدام حضراتكم اللي بيحيي نفسه يعني وبيحمس نفسه واستغل الدفعة من المنتخب الوطني هو إدوارد جورجي رقم 20 ويحصل على الرمية الجزائية مين اللي هيصوب رقم 11 لكن يوسف يتقلق يوسف وليد ويتصدى لأولى الرميات الجزائية في الشوط التاني ويمنع كورة من الوصول للشباك تصويبة بقى ولا أروع ولا أقوى ولا أحلى من مين من الظهير الأيمن رقم 10 زياد عبد الرحيم تصويبة جو جو كده سباتة من على الأرض بدون ارتقاء في الأقصى الزاوية اليمين العليا لي مرمى ألين كوزماسيك ويحصل على تعانق شباك المنتخب الروماني ويحصل تبقى هدف لصالح منتخبنا يرد على طول رومانيا ويحصل هذه الإعادة شايفين عن طريق صنع الألعاب لكن كان فيه دفاع قوي من لاعب رقم 44 معاذ عزب وكان فيها تحويط كده للكرة بدون ما يبقى معاه كرة المهاجم لاعب الدايرة وبيحصل على إيقاف لمدة دقتين ورمية جزائية لصالح منتخب رومانيا هذه 44 معاذ برضو هنشوف فيها رمية جزائية وهادي الجالية لا فيها رمية حرة فاول من على خط التسعة متر كده منتخبنا بيلعب ناقص لاعب أهو قدام حضرتكم خمس لاعبين في الحالة الدفاعية بالأضافة الحارس المرمى ويخترق ويخترق يموه كده اللاعب رقم خمسة جورج بيناتوي أهو عمل خداع أنه هيمرر ودخل واخترق ما بين واحد واثنين في الدفاعات المصرية وأحرز الكرة على شمال يوسف وليد في المقص الشمال الهدف التسعتاشر تسعتاشر مصر تسعتاشر رومانيا عشاق ومتابعي كرة اليد في كل مكان وهادي محمد وائل واخترق وتوغل وإيقاف برضو لمدة دقتين على طول والكابتن بالتاجي شايفينه هو كان فيه أعاقة ودفاع على الوجه عن طريق إدوار جورجي رقم 20 وقع محمد وائل ونزله على طول دكتور روماني نبيل طبيب منتخبنا الوطني وهادي الكابتن طارق محروس ونظرة ترقب كده وتلموا عليه باقي عناصر منتخبنا الوطني كده يتطمنوا على محمد وائل اللي آمن الحمد لله سليم وهيخرج مع الدكتور روماني عشان يتأكد من سلامته ويتأكد إن ما فيش دماء تسيل أو حاجة وهدي إشارة استئناف اللقاء مشاهدين الأعزاء ونزل على الديرة برضو أمير حسين رقم ستين هون اللي طلع وهايستلم الكرة ويعمل خداع ومن مبيد زياد حشاد وعلي ماجد وقادي زياد لعلي ماجد لمين لي رقم عشرة زياد عبد الرحيم البكرايد صوب وأحرز الهدف العشرين عشرين مصر تسعتاشر رومانيا كده المنتخب الروماني ساحب حارس المرمى من الملعب هنشوف منتخبنا هيعمل ايه في ظل النقص العددي وفعلا طلع وحاول يقطعه الكرة لكن وصلت على الديرة إلى اللاعب رقم سبعة وعشرين أليكساندرو فوكساتينو وحطها لب من فوق يوسف وليد هدف التعديل وهدف التعادل للمنتخب الروماني عشرين مصر عشرين رومانيا والجالية الرومانية في المدرجات هي في شمال الصورة أعلى قدام حضراتكم وبيصوب تاني أمير حسين على الديرة بعدما استلم كرة الوحدة وارتقوا وبص للمرمى وصود لكن تصدي من ألن كوزماسيك حارس مرمى المنتخب الروماني ألن موليد ستة وعشرين تسعة ألفين واربعة مشاهدين أهل أعزاء لاعب في نادي دينامو بوخارست الروماني تاني منتخب رومانيا وتاني منتخب بص كامل دلوقتي بيلعب مكتمل الصفوف تصويبة واختراق وتوغل وتصدي من يوسف وليد لكن إعاقة على مين على زياد حشاد وهذه إشارة الكابتن بلتاجي على طول أنه كان فيه تحويت وجذب للمهاجم الروماني وبيحصل زياد على الإيقاف لمدة دقتين يوسف وليد في مواجهة بوكدن ويتصد يوسف لتاني الرميات الجزائية وحاول يتابعها تاني المنتخب الروماني لكن بكل جراءة وشجاعة يقطع الكورة اللعب محمد شعبان الظهير الأيمن ليه منتخبنا الواطني ويروح تاني منتخب مصر وهيبتدي محمد واقل نزل في نص الملعب يمينه محمد شعبان اللي مع الكورة تاني لمحمد واقل وبيطلب تقطع وتحرك ليه الخط الأمامي ليه منتخبنا الوطني وآدي كورة حاول ينزلها علي ماجد على الدائرة إلى لعب الدائرة ونزل تاني معاز عزب علي ماجد محمد واقل لعلي ماجد تاني التصويبة والارتقاء والتصدي لكن ألن يصد كورته ويتابع عليها لعب منتخب رومانيا سورين ويمنع كورة من أنها تطلع رمية جانب وتبقى هجمة منظمة لصالح المنتخب الروماني على مهله تاني منتخب رومانيا هو بيعمل الكابتن أدريان بتريا المدير الفني تغييراته الدفاعية والهجومية وارتقاء عالي جدا وتصويبة من جورج بنتوي لا ده من كودرين رادو رقم خمستاشر ويصوب ويحرز أول تقدم لمنتخب رومانيا في الشوط التاني مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان عشرين مصر واحد وعشرين رومانيا تاني تمريرة كده بدون اعتنى وبدون تركيز من علي ماجد لكن ما كانش فيه لعب على الديرة أساسا وقادي الكابتن طارق أوه يمكن الإعادة ما بينتش التمريرة لكن بتبين المرمى على طول الخالي والكورة وهي بتتهادى إلى داخل الشباك المصرية عشان تتقدم رومانيا وقادي فعلا على طول سحب الكابتن طارق علي ماجد ونزل طغيان عدلان عمر عدلان يمكن طغيان أحد النجوم برضو لعب الدايرة بنادي الجيش ونجم من النجوم منتخبنا الوطني ليه للشباب اللي بيغيب عن هذا اللقاء ليه صبته عادي عدلان وتصويبة لارتقاء وتصدي وتطلع الكورة رمية مارمى يلعبها أقل على طول التصويبة كانت من محمد شعباني لمعها على طول رومانيا ورايع سريع لكن ارتداد دفاعي قوي من منتخب مصر حاول يطلع رقم خمستاشر كودرين رادو الظاهير الأيمن البكرايت أهو قدام حضراتكم ونزل بدربلايا يمكن ماشهد غريب مشاهدين الأعزاء لو تاخدوا بالكم منه للمنتخب الروماني إن منتخب رومانيا بيلعب بالتشيرت الأصفر والشورت الأزرق معادة الجناح الشمال بيلعب بالشورت الأحمر هو اللاعب الوحيد اللي بيلعب بشورت مخالف لباقي الفرقة تاني أحمد حسن هيحاول يخترق أحمد ويعدي لكن كان فيها ماشي بالكورة خطوة زيادة على أحمد حسن رقم أربعة من منتخبنا الوطني وتبقى فاول عكسي على منتخب نصر ابتدى منتخب نصر بقى يركز فيه طريقته الدفاعية بستة صفر مقفولة أو أربعة اتنين مع تقدم مقابلة الظاهيرين البكين عشان يحاولوا يمنعوا التصويب اللي من على التسعة متر وقادي عمر عدلان بيدافع دفاع قوي وإشارة اللعب السلبي من الكابتن حمد ناصر والكابتن محمود البلتاجي تقم التحكيم الدولي لهذا اللقاء وعلى الدايرة تاني حاولوا يعملوها زي ما قلت لحضراته أكثر من مرة لكن تتقطع وتبقى صفارة وفاول لصالح متخبنا الوطني عدلان رايح وعدة واخترق وصوب وحصل على الرمية الجزائية والإيقاف لمدة دقتين على مين هي الإعادة أهو على اللاعب ده اللي قدام حضراتكو اللي قابله أول مقابلة وعدة منه وعمل وعمل سيميليشن أو الدعاء بالتمثيل عشان حاول يحصل على الرمية العكسية أو الفاول العكسي على الهجوم المصري لكن كابتن بلتاجي على طول كان صحي لها ودي له الإيقاف لمدة دقتين ورمية جزائية لصالح منتخب مصر تاني ياسين عبد المنعم والبينالتي رمية السبع أمطار وقادي بلال إبراهيم الجناح الشمالي الوينجليفت لمنتخبنا الوطني ياسين عبد المنعم في مواجهة المرة دي ألان كورزماسيك مطلعش بقى ونزل الحارس البديل لا ياسين وينجح ياسين ويسجل ياسين على يمين ألن الهدف الواحد وعشرين عشان يقلل الفارق بعد ما كان وصل إلى تلت أهداف يبقى فارق هدفين لصالح رومانيا واحد وعشرين مصر تلاتة وعشرين المنتخب الروماني للشباب على مهله تاني المنتخب الروماني ناقص عددي والمرمى خالي وكده الخطأ هيبقى غالي لو نجح الدفاع على المصري إنه يقطع الكورة أهي والمرمى خالي فعلا أهو قدام حضراته على طول بس أكدها بلال إبراهيم بعد ما جري واستلم الكورة من أحمد حسن قبل ما يرجع حارس المرمى آلين كوزباسيك إلى شباكه عشان يذود عنها كانت الكورة بتوصل إلى الشباكة الرومانية ويحرص بيها الهدف الاتين وعشرين وبيرد على طول منتخب رومانيا عن طريق الجناح الشمالي الوينجليفت بالهدف بعد عمل خداع ما بينه وما بين الخط الخلفي وأحرز الهدف الاربعة وعشرين تاني يتقلق آلين كوزباسيك وبيحصل على تحية وتشجيع الجمهور الروماني الحاضر في هذا اللقاء ودكة البودلاء وبنك الاحتياط للمنتخب الروماني نتيجة تصدي الحقيقة نتصدي نسبته لو في السكاوتينج أو الإحصائيات وطبعا ده دور كابتن محمد سليمان محلل الأداء لمنتخبنا الوطني على طول تاني على الدايرة توصل الكورة لكن يقطع على الدفاع المصري ودفع على رقم عشرين إدوارد جورجي وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح منتخب روماني حديث كده ما بين أحمد حسن وما بين معاذ عزب اللي بيدفعوا في مركز ثلاثة حاول يمرر الكورة كودرن إلى رقم تسعة سورن الوينجرايت لكن بلال إبراهيم كان قافل وتبقى صفارة وإشارة اللعب السلبي يقطع على الدايرة سورن جورج ويحرز الهدف الاربعة وعشرين عدلان أحمد حسن هيطلع أحمد وينزل دلوقتي محمد واقل والله زياد حشاد ده اللي هنشوف محمد واقل هو اللي نزل كصانع ألعاب بيعمل تغيير في المركز ما بينه ما بين عدلان بيطلب عدلان من معاذ أنه يطلع ويلعب بالكورة من وراء الخط الخلفي وهادي محمد وتصويبة وتصدي من ألن تاني كوزماسيك قافل زي ما قلت لحضراتكم نسبة تصدياته عالية جدا هي ممكن يوصل إلى 40 أو أكتر 40% أو أكتر وهادي أحد ألعاب الهواء يعني كورة جميلة لكن برد فعل ولا أروع ولا أجمل وتصدي وتصدي من يوسف وليد الحقيقة هايل جدا لو شفنا الإعادة هيئ من كورة من الجناح اليمين إلى الجناح الشمال لكن رد فعل الرفلكس هايل من يوسف وليد وقافل المرمة تماما ومنع الكورة لكن الجناح كان داخل خط الستة متر فما احتسبتش حتى وتحسب تفاول على المنتخب الروماني وراح بيها المنتخب المصري حاول يعملها هجمة مرتدة سريعة لكن دفاع ارتداد قوي وبرضو كان فيها محاولة إلى ادعاء إن هو عايز يخليها فاول عكسي على الهجوم المصري وبيعترض الجهاز الفني وبيحصل على كارتة أصفر لأدريان لأدريان بيتريا المدير الفني للمنتخب الروماني وتوصل الكورة للجناح اليمين لمنتخبنا الوطني يسين عبد المنعم ويحش ويحرز وصلت له الكورة ارتقع القدم العكسية على رجله الشمال بالرغم اللي هو لاعب أشوى وصوب تصدالها أقل لكن لقوة التصويبة توصل وتعانق الشيكباك ما قدرش كوزماسيك حارس مرمى المنتخب الروماني انه يحصل الكورة قبل ما تمر وتعدي خط المرمى 23 مصر 24 رومانيا تاني الكورة في الجناح اليمين التمريرات ابتدت تسرع الكورة دلوقتي لعبت رومانيا وبلال وبيقفل وبيمنع التمرير من الباك رايت إلى الوينج رايت أو من الظهير الأيمن إلى الجناح الأيمن وإشارة اللعب السلبي تصويبة من السبات دو أرض كده على يمين يوسف وليد الهدف 25 يختار مين محمد شعبان يخش ويستغل الصغرة كده اللي كانت موجودة ما بين واحد واثنين في الدفاعات الرومانية ويحصل على الرمية الجزائية تاني ياسين عبد المنعم سبيشاليست الرميات الجزائية ومتخصص الرميات الجزائية يمكن ده رابع رمية جزائية لصوبها أو تالت رمية جزائية لصوبها ياسين عبد المنعم ويحرزها في الشباك الرومانية 24 مصر 25 رومانيا بنلعب في منتصف الشوت التاني مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وأولى لقاءات وأول أيام دورة استادات الدولية من منتخبات الشباب لكرة اليد كان فيه محاولة الاختراق كده عن طريق مين عن طريق لعب رقم سبعة بوكدان اللي واقع على الأرض بيتقلم أهو قدام حضراتكم لأنه ارتضم بالأرض لكن كان فيه دفاع قوي وبطريقة سليمة ما فيهاش أي عنف ولا فيها أي تهور عن طريق مين عن طريق معاز أهو وما كانش فيها أي دفع ولا حاجة عشان كده حصل بس على الرامية الجزائية لكن ما كانش فيها أي عقوبات على الدفاعات المصرية نزل على طول سيزر فارياك أخصائي العلاج الطبيعي لمنتخب رومانيا بيقدم الإسعافات الأولية لبوكدان بيتطمن عليه وقاموا بكده هيخرج ثلاث هجمات يعني مش هيشارك لمدة ثلاث هجمات مع المنتخب حتى تنتهي الثلاث هجمات وقادي إشارة استئناف اللقاء من الكابتن حمدي ناصر تلعبت على طول إدوارد ونزل أيضا اللاعب رقم 31 أليكزندرو فيه الظهير الشمالة هولي معاك كرة وجيف نص الملعب هيحاول يخترق لكن معاز أفله تماماً هو ومحمد شعبان وقادي كابتن طارق وتوجيهاته على طول من على الخط إشارة اللعب السلبي ارتقاء وعلى الدايرة حاول يروح على طول وده اللي احنا بنقوله للعبتنا دايماً وإيه اللي حصل مشاهدين قال أعزاء أحمد حسن رحل الكرة وهي بتتنطط على الأرض كده فحاول يكملها بدربلاية على طول عشان يروح فاست بريك هجوم مرتد لكن إيده ما جاتش على الكرة وجات في الهوى فبالتالي ده اللي احنا دايماً بنقول ناشئنا ولعبنا إن احنا لما نروح للكرة وهي بنحاول نقطعها ما نروحش نكملها بدربلاية لا نروح عليها بأيدينا الاتنين نمسكها عشان بعد كده نعمل اللي احنا عايزين نعمله فيها مش لازم أنا اللي اروح الفاست بريك أو الهجمة المرتدة السريعة بس المهم إن أنا أبقى تحصلت على الكرة وبقت في حوزتي وده اللي ما حصلش مع الهجوم المصري اللي كان حاول يعمله هجمة مرتدة بعد ما الكرة ارتضمت في الدفاعات وتقطعت سفارة وفاول ورمية حرة ليه منتخب رومانيا ولسه أشارة اللعب السلبي مرفوعة وهالمتبقت كم تمرير يا كده لازم بقى كده تصويبه على طول برضو كده خلاص لازم يصوب ماينفعش يمرر ويصوب فعلا لكن يوسف وليد يلم كورته إلى 22 محمد صلاح على مهله خالص ويبتدي يعدل في عناصره الدفاعية والهجومية يخرج أمير حسين وينزل محمد وائل صانع الألعاب والعقل المفكر ومحرك لهجمات منتخبنا الوطني على أيمينه محمد شعبان وعلى شماله محمد صلاح محمد وائل معاز محمد صلاح وتوصل الكورة إلى ياسين عبد المنع من الجناح وداخل من زاوية مفتوحة وموسعة لنفسه تماما لكن ألن زي ما قلت لحضراتكم بكل جراءة وجسارة يذود عن مرماء ويمنع الكورة من الوصول للشباك ويمنع المنتخب المصري من التعديل والتعادل عشان تظل النتيجة كما هي 24 مصر 25 رومانيا وإحنا بنلعب في الديئة 18 من زمن وأحداث الشوط التاني من هذا اللقاء مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان تاني منتخب رومانيا بوكدن بيحاول يضيع الوقت وعلى مهله على طول وكابتن حمد ناصر رايح له على طول بيدي له تعليمات بيقوله ما تحاولش تعطل اللعب حتى بعد الصفارة وآدي كتاني كرة توصل إلى الخط الخلفي وتمريرات كلها ما بين الخط الخلفي وتوصل إلى الجناح اللي الشمال لكن بره الملعب بره خط الجانب اللي مع على طول يوسف وليدي لعبها إلى محمد صلاح ومن محمد صلاح لمحمد شعبان ومنه للجناح الشمال العكسية عن طريق مين عن طريق اللاعب رقم عشرين إبراهيم بلال إبراهيم لكن قلت لحضراتكو ألن كوزماسيك يمكن لو في جيزة أفضل لعب في اللقاء مشاهدين الأعزاء يمكن تكون من نصيب ألن كوزماسيك الـ MVP أو اللي هو البيست بلاير في هذا اللقاء تاني كودرن وتوصل الكرة عكسية لناحية التانية ناحية الباك ليفت ويخترق ويخش يتوغل ويتعمق فيه الدفاعات المصرية ويحصل على الرمية الجزائية بنالتي ورمية جزائية رمية سبع أمتار مين اللي هيصوب أربعة واربعين مهنة توما في مواجهة يوسف وليد يا ترى هل يوسف هيبقى تالت رمية جزائية تصدل وفعلا يهي في المرمى تماما يوسف وليد وأجبره إن هو الكرة تتصوب برا الشباك وتبقى فيه القائم الأيمن لمرمى يوسف وليد وعلى طول بيطلب الكابتن طارق محروس الوقت المستقطع التايم أوت وقادي الإعادة هي قافل مرمى وبيلعب مع اللاعب وبيشت التركيز وحاول عليها لكن كان قافله خالص منطقة اليمين وأجبره إن الكرة تيجي في القائم في الأرض وعلى طول بيطلب الكابتن طارق محروس المدير الفني التايم أوت الوقت المستقطع أدي الكابتن منام مدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني للشباب والكابتن طارق محروس والتوجيهات ودكتور روماني مع أحمد حسن والكابتن مهند السحيلي المدرب العام لمنتخبنا الوطني كل معسكر الفريق في عجالة التعليمات والملحوظات سواء على الجانب الهجوبي أو الجانب الدفاعي سواء على التخليص أو الإنهاء وده اللي حصل برضو في الشوت الأول لما تفضل متقدم المنتخب الروماني حتى استطاع منتخبنا الوطني أنه يتقدم بفارق هدف ثم فارق هدفين وينتهى الشوت الأول بتقدم منتخبنا 18-17 وده اللي حصل دلوقتي منتخب برضو رومانيا في الشوت الثاني زادت تقدم إلى ثلاث أهداف وقل منتخب مصر الفارق إلى أن أصبح فارق هدف واحد وقادي محمد واقل حاول يخترق ويتوغل لكن الدفاع القوي أفله تماما وعدل دلوقتي برضو منتخب رومانيا إلى وقادي اختراق من محمد صلاح وإيقاف لمدة دقتين على مين على اللاعب رقم 20 وده تاني إيقاف دقتين ليه إدوارد جورجي ورمية جزائية لصالح المنتخب المصري هيخش بقى الاسبيشاليست ياسين عبد المنعم فعلا ياسين هو متخصص الرميات الجزائية لمنتخبنا الوطني في مواجهة أرجوس اللي بيحاول يشتت تركيزه ويحركه كتير وفعلا يتصدى أرجوس وينجح في التصدي لتاني رمية جزائية ليه في هذا اللقاء مازال التقدم ليه المنتخب الروماني 25-24 مشاهدينا مشاهدي خناة النادي الأهلي في كل مكان نلعب في بداية الديئة 21 تغيير في الخط الخلفي كده وتقطعات وتغيير في المراكز لخط الضهر لمنتخب رومانيا وارتقاء عالي توصل الكرة للجناح وفي إيقاف دقيقتين على مين على محمد صلاح أهو إشارة من الكابتن ناصر أهو شايفين كان فيه جذب وشد للخلف كده وبعدين سابه وراح للكرة فعلى طول لقاطها حكم المرمى كابتن حمدي ناصر ودي له إيقاف لمدة دقتين على بلال إبراهيم حاول حاول بلال إبراهيم إنه يقطع الكرة على محمد صلاح عفر إيقاف دقتين مشاهدين على أعزاء حاول بلال لكن كان أسرع منه وصفارة وفاول ورامية حرة إشارة اللعب السلبي والتصويب وتاخد إيد يوسف وليد وتخش المرمى والهدف الستة وعشرين زاد الفرق إلى هدفين مشاهدين هقال أعزاء يمكن قلنا لحضراتكم برضو إن منتخبنا منتخبنا الوطني ليه الشباب بيستعدوا عادي هقول لحضراتكم بعد ما نوصف الكرة دي محمد شعبان ارتقق وصوب واخترق وأحرز الهدف الخمسة وعشرين وطلع على طول ألن بزكاء جدا استغل إن أحد لعبي منتخب مصر هل هو معاز عزب كان راجع من منطقة الدايرة اللي في نص الملعب اللي شايفينها حضراتكم دي دي منطقة الإرسال بيتلعب السنطرة منها أو الإرسال منها وممنوع أي لعب في الحالة الدفاعية إن هو يرجع من جوة الدايرة دي لازم منبرها بعيد عنها فبالتالي هو كان راجع في لعب الكرة فخبطت فيه ولمسته فعلى طول الإيقاف لمدة دقتين وبيرد منتخب رومانيا ويحرز الهدف السبعة وعشرين أهي وصلة أهي وصلة الكرة ليه الجناح اليمين عن طريق اللاعب رقم أربعة ديفيد ويحرز الهدف السبعة وعشرين فارق الهدف لأن كان فيها أربع خطوة واحد اثنين ثلاثة وقادي الرابعة وقادي التصويبة وقادي السفارة وقادي إشارة الكابتن محمود البلتاجي وفاول على منتخبنا الوطني ويرد على طول رومانيا يستغل النقص العددي في الدفاعات المصرية ويحرز الهدف الـ 28 ويزود الفارق إلى ثلاث أهداف 28 رومانيا خمسة وعشرين منتخبنا الوطني عدل دلوقتي الكابتن طارق ونزل عدلان في الباك ليفت برضو فيها خطوة زيادة لكن كان فيها دفعة وصفارة ورامية حرة للمنتخب المصري عدلان لعلي ماجد على الدايرة لأمير حسين وقادي الكابتن بلتاجي بيقول له بعد الصفارة ما تشوتش الكورة لأن هذه الكورة نزلت له من علي ماجد وكان فيه دفاع عليه قوي انطلقت الصفارة لكن هو شاط بعد الصفارة بيدي له تحذير كده كابتن بلتاجي محمد وائل في الباك رايت وقادي علي ماجد وبيطلب كده من الحكم من الكابتن حمدي ناصر يعني خلاص ابتدى المطشي ياخد طبع السخونة والإثارة بعد بزاد الفرق إلى ثلاث أهداف وبنلعب في آخر ست دقايق محمد وائل والاختراف محمد وائل والرمية الجزائية محمد وائل والإيقاف لمدة دقتين على رقم 27 أليكزاندرو فوكساتينو برضو ده تاني يقاف دقتين على أليكزاندرو وقادي إشارة الكابتن بلتاجي هي ويقاف الوقت رمية جزائية هل هيلعبها ياسين لا ياسين بره مش هو اللي هيلعب هيلعبها بلال إبراهيم بعد ما أضاع ياسين ويصوب بلال إبراهيم لكن لسوء حظه ترتضم بالقائم لكن يعمل متابعة عليها مشاهدين الأعزاء بالرغم أن حطت الكورة ارتضمت بالعرضة رح لها بلال تاني خذها في الهوى وصوبها قوية تعانق الشباك الرومانية ومعاها الهدف الستة وعشرين قال للفريق الهدفين وعد المصر طريقته إلى خمسة واحد منتومان على الباكليفت وعلى طول أدريان بيتريا المدير الفني للمنتخب الروماني بيطلب الوقت المستقع التاني لي عشان يدي توجهات لفريقه عشان يحافظ على فارق الأهداف وكابتن طارق برضو هيوجه فرقته إلى الطريقة الدفاعية المثلة اللي نقدر من خلالها إن احنا نقلل الفارق ونوصل إلى التعادل والتقدم في يعني خلاص وإحنا دخلين على المنحنة والمنعطف الأخير من زمن وأحداث الشوط التاني هو المباراة بنلعب في خلاص الدقيقة 24 انتهت هنلعب في بداية دقيقة 25 مشاهدين الأعزاء يعني متبقي 6 دقايق بالتمام والكمال أب نهاية زمن اللقاء انتهى الوقت المستقع التايم آوت اللي طلبه أدريان بيتريا وهذه الكابتن طارق محروس ونظرات ترقب كده وانتظار عشان يشوف الكروت وعناصر منتخبنا الوطني اللي اختارها في هذا التوقيت ان هي تشارك وكورة على الجناح حاول يعمل سبينذرست يلف في إيده لكن إشارة الكابتن بلتاجي واضحة وبينها إن اللعب كان داخل حاول يقطع الكورة عدلان منه وهي الكورة في إيده فعلى طول إشارة الرمية الجزائية وهل هيشوف العقوبة هل هيشوف العقوبة هل هيشوف العقوبة إيقاف دقتين وفعلا إيقاف دقتين وآدي كارت أصفر على الكابتن طارق محروس المدير الفني ليه منتخبنا الوطني وعدلانه إيقاف لمدة دقتين يوسف وليد هل هينجح ويتقلق برضو في التصدي هنشوف وينجح 31 أليكزاندرو بوليس في إحراز الهدف التسعة وعشرين تسعة وعشرين رومانيا ستة وعشرين مصر وبنلعب ناقصين لاعب نتيجة الإيقاف وآدي زياد حشاد اللي نزل دلوقتي واخترق وتصوب وأحرز الهدف السبعة وعشرين يلا يا شباب يلا يا رجال منتخبنا الوطني مهم إن انتوا بتنهوا اللقاء ده طبعا لصالحكم في أولى لقاءات الدورة الودية الدولية بطولة استداد لمنتخبات الشباب وتوصل على الجناح اليمين لكن يوسف وليد قافل ويسين عبد المنع يمضيق عليه زاوية التصويب وتطلع برة تلت خشبات زياد حشاد هيخش زياده وبمهارته يوصل الكورة على الهوى على طول من زياد إلى بلال إبراهيم إحدى ألعاب الهوى بقى من الجناح اليمين اللي حاول يعملها منتخب رومانيا إلى الجناح الشمال يستلم بلال وهو في الهوى ويصوب وهو في الهوى في المرمى الخالي ويحرز الهدف التمانية وعشرين تمانية وعشرين مصر تسعة وعشرين رومانيا الفارق بقى هدف واحد مشاهدين أقل أعزاء بنلعب في الديئة ستة وعشرين على الدائرة برضو تاني يصوب لكن يوسف وليد قافل والكورة في القائم يلمها يوسف وليد إلى زياد حشاد لزياد عبد الرحيم ونزل دلوقتي معاز عزب على الدائرة وعلي ماجد على شمال زياد وزياد عبد الرحيم على يمينه تغيير مراكز ما بين زياد حشاد ويرتقي زياد ويصوب يصد يتصدى ألن يتابع بلال حاول يعمل سبيندرست يلف الكورة كده برست إيده لكن كانت بعيدة قوي ووصلت على طول الهجوم الروماني إلى الجناح الشمال لكن يوسف وليد يتقلق ويتصدى ويزود عن مرمى ببسالة وجسارة زياد حشاد ليه؟ زياد عبد الرحيم تقع على الكورة من إيده ودفاع قوي يلا يا أولاد عايزين هدف التعديل والتعادل عشان نبتدي نطمع في هذا اللقاء زياد على الدائرة إلى معاذ عذب هدف التعادل تسعة وعشرين تسعة وعشرين أهي الإعادة من زياد إلى معاذ استلموا الكورة ومال بجسمه وحطوا الكورة على يمين حارس المرمى هدف التعديل والتعادل ابتدى منتخب مصري يلعب تلاتة اتنين واحد أو تلاتة تلاتة مفتوحة وفعلا أطاعها بلال إبراهيم إلى زياد حشاد إلى علي ماجد للزياد على مهل تاني هيبتدي بقى هي الساعة والنتيجة قدام حضراتكم ديئة تمانية وعشرين مشاهدين أهل كرام مشاهدي قناة النادي الأهل في كل مكان هل هينجح الهجوم المصري في التقدم وكورة على الجناح من زياد حشاد إلى بلال ومن زياد تاني إلى علي ماجد على الدائرة أطاعها الدفاع الروماني وحاول يعمل هجمة مرتدة لكن ارتداد دفاعي قوي المصر ونجح بلال أنه يقطع الكرة لكن كان فيها قبل التمرير إعاقة من الدفاعات المصرية وصفارة وفاول ورمية حرة هاي شايفين الكرة على دي هنا كانت الإعاقة من زياد حشاد أطاعها بلال لكن كان فيه فاول قبلها وعلى طول اتلعبت الرمية الحرة زياد بيلعب أربعة اتنين على الخط الخلفي ليه منتخب رومانيا ويصوب ويتصدى يوسف وليد بتقلق زي ما قلت لحضراتكم قافل تماما بنسبة تصديات عالية الحقيقة برضو بيرد علي يقول لي يا كابتن إياب مش ألن كوزماسيك بس اللي متقلق واستحق لقب رجل المباراة أنا كمان متقلق وتصديت لأكتر من تصدي ونسبة عالية تاني زياد حشاد إلى زياد عبد الرحيم سفارة وفاول ورمية حرة بنلعب في آخر خمسين ثانية ومن زياد إلى بلال ومعها الهدف التلاتين مشاهدين الكرام تلاتين مصر تسعة وعشرين رومانيا الإعادة اللي فيها كل الإفادة تاني بنلعب تلاتة تلاتة هو قدام حضراتكو طريقة دفاعية من الكابتن طارق محروس والوقت المستقفى اللي طلبوا دلوقتي أدريان بيتريا خلاص متبقي أربعة وثلاتين ثانية على زمن وأحداث الشوت التاني والمباراة مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان تقدم لصالح منتخبنا الوطني زي ما كنتم بقول لحضراتكو إن هينجح منتخب بصر إن شاء الله إن هو يعادل النتيجة ويتقدم وزي ما حصل في الشوت الأول وفعلا ده اللي حصل في الدقائق القليلة الماضية من زمن وأحداث الشوت التاني انتهى الوقت المستقفى هنستقنف اللقاء مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء خلاص متبقي 34 الثانية كدرة هيصوب حاول يمرر يقطعها الدفاعات المصرية وتوصل على طول مين إلى الطلقة يسين عبد المنعم ومنه إلى معاذ عذب يحرص بيها الهدف الواحد وتلاتين مشاهدينا الكرام آهو يسين إلى معاذ وأطلق دانة تصويبة جو جو الهدف الواحد وتلاتين خلاص وبيعلن قبل الهدف لم يحتسب مشاهدينا الكرام ومعاها صافرت نهاية أحداث الشوت التاني والمباراة بتقدم وفوز منتخبنا الوطني واحد وتلاتين مقابل تسعة وعشرين مبروك منتخبنا الوطني مبروك الجهاز الفني تحية وتشجيع من عناصر منتخبنا الوطني للشباب وكان وكان فيها إثارة وسخونة في الدقائق القليلة الأخيرة من زمن وأحداث هذا الشوت مشاهدينا الأعزاء شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا على أمل اللقاء بحضراتكم في زمن ومباريات قادمة في بطولة سادات الودية الدولية لكرة اليد للشباب وهنشوف مع حضراتكم هل في جائزة MVP أو البيست بلاير أو أفضل لاعب فيها اللقاء ده المزيع الداخلي الكابتن خالد خيري بيعلن عنه هل وفعلا ويمكن نازل دلوقتي كابتن ياسر الرملي عضو مجلس إدار اتحاد المصري للكرة اليد و مسؤولين شركة ستادات لتقديم جائزة البيست بلاير أو من أوف دماتش هنشوف مين هو من أوف دماتش مع حضراتكم مشاهدينا مشاهدي القناة النادي الآلي نستمع مع حضراتكم إلى أسرع لاعب بيست بلاير أفضل لاعب هو الجناح اليمين الوينج رايت ياسين محمد عبد المنعم رقم واحد وسبعين بيتسلب جائزة أفضل لاعب وهو قدام حضراتكم من الكابتن ياسر راملي عضو مجلس إدارة اتحاد المصر الكرة اليد ومسؤولي شركة استادات وهل هناك جائزة أخرى ولا لا أعتقد لا ما فيش جوائز تاني مشاهدين الأعزاء لا أفضل حرس ولا أفضل هداف ولا كده وبكده نبقى وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية لقاء أحداث اليوم اللي جمع أولى لقاءات دورة استادات الدولية الودية للكرة اليد للشباب بفوز منتخبنا الوطني اللي بنبريكله باكر إن شاء الله هيبقى فيه لقاء يجمع ما بين رومانيا والمجر ثم اللقاء الثالث في هذه الدورة أو لقاء منتخبنا الثاني اللي أمام المجر هيكون يوم السبت إن شاء الله شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا مشاهدين الكرام وننتقل الآن إلى الستوديو التحليلي والزملاء فإليهم المايكروفون